بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله رح اتكلم عن طريقة تخزين ملف بي دي اف بطريقة صحيحة 100% احنا بنعرف انه بما انه احنا بنشتغل على برنامج ادوبي يلستريتر بوصل لتخزين البي دي اف من خلال سيف از كومند الموجود عندي بقائمة فايل اول ما اضغط عليها رح اختار من عندي من هون اللي هو الفولدر الموجود هون رح احط بنهاية الفايل اندرسكور او ون وبالتالي بامكاني اختار من الدروب داون اللي هون واختار بي دي اف من الابشن اللي موجود عندي هون حتى اختار سيف لما باختار سيف هيطلع لي هذا البوكس وهذا البوكس جدا مهم رح اشرح ان شاء الله بعض التفاصيل اللي بتتعلق بالطباعة وبالويب من خلال البوكس هار ان شاء الله تعالى فعليا هلأ تخزينك لملف البي دي اف بيعتمد على القائمة الموجودة هون بهذا المكان اذا بتضغط عليها رح يعطيك هون اكتر من اوبشن وفي ثلاث خيارات مهمة جدا لازم كل ديزاينر يتقنها ويعرفها بالضبط بتفاصيلها الابشن الاول اللي لازم نحكي عنه اللي هو هاي كواليتي برنت الهاي كواليتي برنت هو الامر او هو الكومنت نحكي المتخصص بموضوع التخزين للطابعات المكتبية الطابعات المكتبية اللي هي الموجودة في البيت الموجودة في المكاتب المنتجرة بالشوارع اللي بإمكاني مثلا اطبع عليها من خلال ماكينات البانر ماكينات نفلكس الاشياء المضاؤل مش مضاؤل الملصقات الولبيبيرز الاشياء فعليا هلأ هاي الطباعة هي طباعة كل شيء ما عدا الطباعات اللي هي نحكي طباعات الاف ست احنا نطبعها بالمطبعة ذاتها اللي بتنزل على نظام بلايتات اللي بتاخد نظام فرن الألوان الآن النظام الثاني اللي هو إبريس إكواليتي إبريس إكواليتي اللي هو فقط طباعات الأفسد فقط الطباعات اللي إحنا بنطبعها بالمطبعة اللي بتنزل على البليتات اللي بتقرأ فرز الألوان بشكل صحيح مية في المية اللي هي الخيار المتخصص بالويب يعني إحنا كتير بنشتغل على الإلستريتر الناتج بيكون ملف حجمه 80, 90, 100 ميجا, 200 ميجا وبعض الأحيان بيكون 800 ميجا أو 1 جيجا وبالتالي كيف بدي أخزن هذا الملف بشكل بسيط بالإضافة إني بدي أبعثه إيميل مثلا أو أرفعه على الإنترنت أو أرفعه مثلا كلينك في موقع لازم أجي أختار من القائمة هاي رح أجي هلأ بالبداية بس أقارن بين شغلتين اللي هي High Quality Print واللي هي Press Quality اللي فيه جزء كتير كبير من المجتمع من المصممين بيغلط بهاي القضية فعليا هلأ أنا رح أروح عند التاب اللي يسمها Output من هون رح أجي أختار High Quality Print رح ألاحظ بالفعل أنه Color Conversion اللي هي عملية تحويل الألوان ما في أي طريقة للتحويل ولا أي Destination رايح عليه هذا الملف يعني هذا الملف عادي ممكن يكون RGB ممكن يكون CMYK ما فيش مشكلة شو ما كان هو رح ينطبع على ماكنة مكتبية أما لو جيت من هون واخترت Press Quality بلاحظ بالفعل أنه أعطاني Preserve Numbers لموضوع Convert to Destination وال Destination هي بالفعل شو هي؟ هي CMYK اللي هي نظام البليتات اللي رح يروح عليه هذا الفايل إن شاء الله فعلياً هلأ لما أرجي من هون وأختار smallest file أكيد سيلتغى هذا الموضوع وحيصفي ال Destination هو Super RGB الموجود عندي هون وبالتالي أنت حالياً شغال ملف لا محاله هو للويب فقط وغير صالح للطباعة نهائياً فعلياً هلأ مثلاً بإمكاني أخذ أي option من هدول حسب ما اتفقنا ال High Quality Print طباعات مكتبية بالإضافة لطباعة الأوفست أو البليت بالإضافة للSmallest File اللي هي ممكن نرفعها على الإنترنت أو نبعتها إيميل من خلال الPDF Box الموجود عندي هون بقدر كمان أني أستخدم بعض المزايا بقدر أستخدم شيء اسمه Marks and Bleeds الماركس and Bleeds هي عبارة عن شغلة مطبعية بحتة رائعة جداً لازم أستفيد منها وما أحتاج لواحد من الأوامر الموجودة عندي فعلياً هلأ في عندي على الطباعات إشي اسمه Marks الماركس هي عبارة عن علامات العلامات هاي بتفيد بأكتر من شغله واحدة منها الشغلات اللي هي مثلاً موضوع ال Registration Marks ال Registration Marks أو Color Bars أو Trim Marks على سبيل المثال نستفيد منها مشان ضبط المقص في المطبعة حتى لما أجي أقص مجموعة من الورق يطلع القص مية في المية ويطلع على الحفة مباشرة بشكل صحيح مية في المية بالإضافة أني ممكن أعاير كتوسيط لهاي الطبعة وبالتالي ممكن أحط علامات في أوساط الطبعة تبعتي حتى أقدر إذا كانت متنية مثلاً أقدر أني أعمل إضعاف في النص بماكنة الإضعاف حتى تكون صالحة للثاني الموضوع الثاني اللي هو موضوع Security أني أقدر من خلال Tab Security الموجودة هون أني أحط Password على ملف الPDF هذا مش بس الباسورد علشان أفتح الملف وكمان لما أعدل عليه باستخدام برنامج أكروبات أو أي برنامج آخر فعلياً هلأ تخزين الPDF من الفوتوشوب ومن الإلستريتر تقريباً شبيه ببعضه ولكن في عندي فرق كثير كبير بالإن ديزاين فعلياً نافذة الPDF الموجودة بداخل برنامج إن ديزاين تنقسم لقسمين في عندي PDF Print وفي عندي PDF Interactive والPDF Print شبيهة بهاي تقريباً مية في المية أما الPDF Interactive فيها بعض الفروقات اللي أنا بإذن الله تعالى رح أعمل فيديو خاص بهذا الموضوع ورح أنشر موضوع الPDF Interactive وكيف نستفيد منها بعمل مجلة أو بعمل تصميم تفاعلي بداخل برنامج أدوبي إن ديزاين إن شاء الله تكونوا استفدتوا من اللي حكيتوا هلأ والله يعطيكم ألف عافية Create now اشتركوا في القناة